السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة نتكلم على الأكواد العربية للسدامة للسدامة لغويا استمروه الشيء ودوامه يعني منقولي استدامة له الخير يعني اطلب ان الخير يبقى مستمر واستلاحا اللي هنتكلم فيه ان احنا هنلبي حتياجات البشر في الوقت الحالي من غير منجور او منغير ما نظلم الأجار الجديدة او منغير ما نهلك الموارد بتاعتنا والأجار الجديدة ما تلاقيش الموارد أكواد التصميم البيئي او السدامة دي قوانين بتنظم المطالبات المعمرية بنابدأ تشوف ايه لحاجات المنموم والحاجات الماكسيموم هنشرت اقل لحاجات شروط معينة عشان نقدر نقول ان المبلة ده صديق البيئة وفي حاجات حد اقصى لها بحيث نقدر نقول ان المبلة ده صديق البيئة يعني هي امور معينة لازم تكون موجودة زي ايه زي المحافظة على البيئة زي توفير المية يعني هنبدأ نقول ان هو صديق البيئة مثلا لو قدر يوفر 40% من المية اللي تستهلك في الوقت العادي اللي احنا ما استخدمناش اكواد الاستدامة عسابي المثال توفر الطاقة القهربة التهوية الطبيعية تقلل التلوث تقلل النفاة في اكواد كتيرة جدا على مستوى العالم من اهمها اللي هو الكود الامريكي ده اتطور من المجلس الامريكي لبناء الخضراء اليو اس جي بي سي سنة 1998 هو معترف فيه دوليا هو مكسل تصميم ديزاين والانشاء الكونستركشن والتشغيل الوبريشنز وفيه كود اللي هو البريم اللي هو البريطاني ده الاول كان 1997 البعدد دي بتمانسين بداي الامريكي البريم البريطاني بلدج جرسيرش انفيرومنتل استيبليمشمنت 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 اسيسمنت ده اتعمل من قبل مؤسسة بحوث الابنية البريطانية بي ار اي طيب احنا هنا ان شاء الله هنحاول التكلم على اهم الاكواد في البيئات العربية طبعا اغلب البلاد بتمشي على الكود الامريكي او البريطاني وفي بعضهم بيبدأ يعمل حاجة خاصة به يعني هو ما بيبدأش بالسفر لا بيبدأ يشوف اقرب كود لي ويبدأ يشتغل عليه ويبدأ يعمل حاجة خاصة به عندنا مثلا مصر فيه نظام لسه ما سجرش رسمي بس تقريبا خالصان اسمه الجي بي ار اس اللي هو ده تعمل من مجلس المصري للبناء الاخضر ده لان مهم جدا ان احنا نحافظ على الحاجات على البيئة وعلى من البلد يكون صديقة بيها فبدأ يتعمل النصام دوت وان شاء الله يعني نتباني ان هو يخلص السنة دي في 2018 وهو بيحاول ياخد من اهم الاكواد ويضيف الحاجة الي مناسبة للبيئات. تحده الاكترح على عساس النوعات الاسمية الوصول لمواقع المفضلة بقريبه. المساعدة المالية بما في زركة الضمانات. فواد الامتازات. معدات الدعم والتمويل توظيف الدعم والمساعدة. ده بخصوص اشهادات الشعار بتاعه بمقونا طبعا من الهرم الاخضر لانه اكبر بناء اخضر على مستوى العالم الهرم المصري ونظهرت اللوتس لان ده من البيئة المحلية بتاعتنا والاطار الدايرة الاطار الخارجي ده على اساس التركيز على هدف المجلس المصري البناء الاخضر الحفاظ على التوازن بيوسط دماتو فيه تلات شهادات المستوى الهرم الفلدي ده المستوى عشان يترخص كبدأ اخضر فيه مستوى ذهبي فيه بقى مستوى اخضر اعلى مستوى لترخيص المنشأ وده تقريبا نادرا لما تلاقي حد نخلي اعلى من المستوى هو الاخضر الاغلب بيخليه بلاتيني او بلاتيني اهم الحاجات اللي بيركز عليها المجلس المصري اللي امر خضراء موقع التنمية المستدامة ترشيد استهلاك المياه كفاية تسخدام الطاقة والبيئة اختيار نظم وماد البناء جودة البيئة في الاماكة المغلقة عملية تصميم الابتكار اعادة تدوير نفايات الصلبة بيتميز الكود دوت ان هو مدي ميزة للبيئم بتعرف ان انا بحب البن كده يعني بس يعني حب اخوي بش ان هو بيدي درجتين لو انت عمل نموذج ببيئم بتلات درجات لتطبيق الاستدامة اربع درجات لتطبيق الوبريشن ودارة البنشة بخلال الممي ده بخصوص مصر في لبنان في نظام اسمه الارز ريتنج سيستيم تم تطويره ببساطة خبراء لبنانيين من الالجي بي سي ع سنة 2011 بالشراكة مع اساس تمويل الدولية بيحول حقا اقصى استفادة واقصى قدر من الكفاءة في تشغيل وتقليل اثر البيئي هو نظام برضو قائم على تقييم المباني كل القزمة دي بتبقى في تقييمه في بعض النقط عشو النقطة مثلا لو انت حققتهم بتفض عليها درجات في زمان كان عبارة عن صح 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 يعني بتشوف ايه الحاجر تحققت دلوقات لقى بقى في حسابات ولو انت حققت 40% بيبقى بالك نقطة 60 تبقى بالك نقطين وهكذا هو تعامل عساس نشوف المبانية للتجارية القناة في لبنان مجل الصحية ومريحة العمل ولا لأ وعشان يوفروا الطاقة والمياه درجات التصنيف دهب وفدة وبرونز ومهتمد ومسجل مسجل بس اسم موجود عندنا اسمك مكتوب وخلاص طيب قطر فيه نظام اسمه الجي سيس تمام في الاول اللي اصدهر الاول كان اسمه كيو سيس وكان فيه اخطاء كثيرة وبعد كده تم تطويرها سالة 2015 ونزل جي سيس جلوبال سستنابيلاتي اسيسمينت سيستيم هو تعمل بواسط المنظمة الخليجية البحث والتطوير الجي او ار دي بتعاون مع مركز تي سي شان في جمعة بنتسلفانيا هدفه نحن نعمل بيئة حضرية مستدامة لتقليل تأثير البيئة الاهدف كلها واحدة تمام يعني هدف كله واحد اختلف بس ايه الكتابة او اللفز اللي بيتقال بيئة بس هو كلها هدفه نحن نعمل بيئة يعني حاجة صديقة بيئة ما نجيش الاجالي الجاية تدعى علينا دلوقتي يعني اي مشروع بيبقى لازم في قطر بيبقى موجود في العقدة لازم اتحقق الجي ساس معين يعني يقولك ايه لازم اتحقق اللي مسلا تصديف معين بتعمل حاجة معينة يعني بيقولك انت هتاخده مشروع بس بتلتسم ان انت تديب لي مثلا دهبي بلوتونيوم وهكذا فيه تمن اقسام رئاسية تمام وهتلاقي نفس الاقسام دي موجودة في كل الاكواد بقى حطلك الاتصال الحضري والموقع مسلا في لقطة تمام فتلاقيهم مسلا قلو شوية حط مثلا اتواقق مع البيئة الخارجية يعني كل واحد بيبدأ لنظامهم بس هم كلهم فيهم بنفس حيات الجاسية طيب بعد كده بنلاقي رابعة ابو ظبي في هناك نظام اللي هو نظام السيدامة السيدامة ريتنج سيستيم تعمل 2008 من مجلس ابو ظبي لتخصي العمران عشان نبدأ نحط قوانين نتأكد بيها ان المباني كلها صديقة للبيئة ومحافظة على العادات الثقافية وقيم الاجتماعية هو ليد الزر الرابع بدأ يقول كل واحد يهتم بالقوانين اللي موجودة عندك في المنطقة هنا اهتم بالقيم والعادات الثقافية فبظهر بيعملنا بنظام اللقلق انت معك لقلق 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 تين تلقيتها وهكاسا هو لما خذب الكود خذته من الكود البريطاني والامريكي وبدأ يشوف الحاجات اللي تناسب الجو الحار والمناخ الصحروي تمام ففيه حاجات مهمة جدا مثلا يعني يكون فيها عملية تصوير ابنتكاملة فيه توفير المية توفير للطاقة فيه ابتكوار فيه انظمة طبيعية هو بتكون من بعض النقاط زي ما احنا قلنا زي المية والطاقة والنظمة الطبيعية والتطويل التكاملية وانت عشان تحقق درجة القلقة لازم تستوفي الحاجات الالزامية ما تتعرضش مع القوانين تمام وهي بتبع حاجات بسيطة تمام ما تتعرضش مع القوانين من اثنين لخمس القالق لازم تعمل حاجات ادافية بيطلبها منك تمام ودي بتقدر تاخدها من قبل ما تبدأ تشغل يعني الليد بتستنى شوية لحد ما تخلص شغله ولما يددها الشغل شوية وتأكده من شغلك غالبا يعني فيه انظمة تانية في الليد ممكن تاخدها لمجرد التصميم وده نديرا زي مسلا انت عامل للحي بلان في حاجات تصميم للحي دي ممكن تاخد عليها شهادة من الليد وبالشرط ان انت تكون بدأت في الاستدامة فالاستدامة في تقييم اللغة للتصميم تقييم اللغة للإنشاء تقييم اللغة للتشغيل فممكن تاخد درجة للتصميم هو فيه نقط اللسمية لازم تتعامل بمجلس اوزابي وفيه حاجات اختارية عشان تحسن هداء المبنى دي اهم الاكواد العربية للاستدامة وجزاك بالاخير نعرف اسمها